السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة الحريف مع اخوكم عامر شريف النهاردة هنتكلم على الجولة الخمستاشر واهم مطش في ها لقاء القمة بين مورينيو وسول شاير توتنهام ومنشستر يونيتد الشياطي الحمر في وعودت مورينيو لملعبه القديم اللي كان بيدرف فيه وطلع منه بفضيحها بصراحة بعد ما اللعبها كلهم كانوا كرهينه ومشوه وكان مطش عصيب جدا على مورينيو وعلى سولشار اللي دايما عليه ضغوط ودايما حاسس ان كرسيه مش في مأمن وبصراحة المطش اوفى بوعوده وكان قوي جدا وكان انتهى طبعا بفوز منشستر يونيتد اتنين واحد لو هنبص على التشكيلة هنلاقي سولشار نزل بالتشكيلة الامسل بالنسباله بلعب على اليمين ببيساكا ورا طبعا دي خيال حارس الكبير جنب ببيساكا في قلبين الدفاع لعب بليندولف وماجواير وعلى الشمال لعب اشلي يونج وفي النص لعب بفريد ومكتوموناي وقدامهم لينجارد وعلى الشمال راشفورد وعلى اليمين دانيال جيمس المتقلق وقدام ميسون جرينوود الناحية التانية مورينيو لعب برضو بنفس الخطة اربعة اتنين تلاتة واحد لعب تلاتة آآ لعب ورب جازانيجل حارس اللي بقى يعتمد عليه في الفترة الاخيرة وعلى اليمين سيرجي اورييل افواري وفي النص لعب سانشيز والدرفيلد وفيرتونجن في الظاهير الايصر وهو اقرب له آآ مدافع اكتر من انه هو ظاهير ايصر وقدامه لعب وينكس وسيسوكو قدامهم ديال علي المتقلق جدا مع مورينيو وعلى اليمين وعلى اليمين لوكاس مورا وعلى الشمال آآ سون الكوري وقدام هاريكين. الشوت الاول يا جماعة مشي بسرعة خرقة واوفى بانه مطش خمة كبيرة جدا. مانشستر رونيتد يا جماعة في بصراحة بفريق يعني بيفكرنا بايام السيرو بايام الفرقة الكبيرة العملاقة اللي تقدر تكسب اي فرقة في اوروبا. على طول هجمات متتالية جدا. وكان كل الضغط من سلشار على سيرجي اوريه. طبعا ليه? لان انت عندك فيرتونجن الاقرب لي ان هو مدافع. فقوي دفاعين هو ما بيتقدمش كتير. وهجوميا مش قد كده. والناحية التانية سيرجي اوريه ضعيف دفاعين وبيتقدم كتير له قدام عشان يفتح اللوكاس مورا خليه يدخل في العمق. فالناحية دي سلشار كان دارسها كويس جدا وهو بصراحة تفاق على مورينيو في الشوت الاول وحتى في الشوت التاني. ولعيبة كان عندهم حافز كبير جدا ان هما يعلموا على مورينيو بلغة الكرة كده وان هما يوررون ان انت احنا فرقتنا احسن احنا اقوى منا كان انت كنت مدرب مش كويس. وبالفعل راشفورد كان متقلق كالعادة بصراحة في الفترة الاخيرة راشفورد عمل ارقام كبيرة جدا. بنلاقي على طول جنف دقيقة الستة من راشفورد بتزديدة ساروخية بتغلط جزانجة عشان مقدرش يشيلها. بعدها بتتولى الفرص بنلاقي دانيال جيمس دايما فاتح ناحية اليمين. حاولنا نشوف اي ردة فعل من مورينيو او توتنهم. توتنهم لا حول له ولا قوة بصراحة. وده كان غريب جدا على اول مطشين لمورينيو لعبهم. يعني كانت الفرقة حتى ردة الفعل مش موجودة. ان احنا نلاقي اي حاجة مفيش. لا هاريكين ولا سون كان فيه غياب تام جدا. خط الوسط بتاعته تنهم ما كانش قادر يطلع بالكورة. ما بين الضغط العالي جدا اللي بيمارسه مانشستر يونايتد. القوة قوة خط الوسط المدافع عن طريق مكتوموناي اللي بصراحة هو رائع جدا. الراجل ده يا جماعة في اخر عشر ماتشات. اي ماتش ملعبوش. غاب فيه مكتوموناي كان يا اما يتعادل مانشستر يونايتد يا اما يخسر. لما بيلعب الراجل ده على رأي مورينيو قال لك مكتومونايو كان ماسي الخط الوسط علينا وكان شارس جدا على خط وسطنا. ونلقي شهادة كبيرة جدا من سولشاير ومن مورينيو. فما كانوش قادرين يطلعوا بالكورة يمكن اول هجمة في الشرط الاول لتوتنهام كانت في ديها خمسة وتلاتين ستة وتلاتين. وهنا على عكس مجرارات اللعب وعلى عكس القوة الهجومية بتاعت مانشستر والسيطرة الكبيرة والاستحواز اللي كان عامله قدر دل عالي عن طريق دربكة جوه منطقة الجزاء عن طريق الدفاع مانشستر اللي عايد يتزبط اللي احيانا كتير يعني الجون ده برضو نسخة من الجوان كتير جات فيهم. بتلاقي اشليونج مع فريد الاتنين لخبطة وغياب قلبين الدفاع. بتلاقي كرة من سون بتوصل لقوريه بيشوتها ككرة مركبة بينقذها دي خياب تقلق بترجع لدل عالي بيرقص الاتنين. وبصراحة مورينيو من اول ما رجع دل عالي بقى شخص تاني بقى لعيب مختلف بقى قوي جدا. قدر يرقص الاتنين وقدر حط جون حلو جدا. على عكس كل مجردات الشوت. عشان ينتهي الشوت الاول واحد واحد. تلاقي ان التعادل ده كان ظالم لمانشستر يونايتد بصراحة. اللي كان على اقل لازم يجيب التاني ولازم يجيب التالت عشان يأمن نفسه. ولكن خبرة برضو لعيبة مانشستر قليلة. بيخلص الشوت الاولاني واحد واحد بنخش على الشوت التاني. برضو هجوم برضو من مانشستر يونايتد. اصرار قتالية. آآ شراسة بنلاقي ضرب الجزاء بيحولها راشفورد لجون. وراشفورد يا جماعة فيه احصائية جمدة جدا ليه. الراجل ده عامل آآ تلاتين مراوغة نجحة. عامل آآ في الدوري السنادي عامل اكتر صناعة فرص بحوالي عشرين. آآ تزديدات عشرين. آآ جايب تسع تجوان ومشارك فاربع آآ اهداف تانيين. فبصراحة راشفورد حتى في الفانتزي اللي عايز يشتريها لسه مشتريتوش. صفقة نجحة جدا ويستحق يبقى موجود حتى عندكم في الفانتزي في اللعبة. راشفورد بيجيب الجون التاني بيبقى اتنين واحد. لمنشستر يونايتد برضو توتنهام غايب جدا مفيش اي حاجة. بعدها على طول راشفورد بيشوت كرة ساروخية في العرضة. دانيال جيمس بيعمل هجمة رائعة جدا برضو بتضيع. هجوم متتالي من منشستر يونايتد بتحس ان آآ وتنهام غايب جدا. بيبتدي مورينيو عايز يغير بينزل اريكسون. اه اريكسون بصراحة من اول ما نزل تقريبا في نص شوت او في اخر ربع ساعة عمل لعب مسك شوية وتنهام الماتش واستحوذ على اللعب سون قدر يجري شوية. لوكاس مورا برضو نحيته بقت اقوى. اه حصل في صناعة لعب كويسة من اريكسون بما انه صنع العب مهاري. ولكن كل ده ما تحولش لاي هدف لان دخية كان كويس جدا مستوع عالي جدا قدر يشيل كزا كورة. اه والماتش بينتهي اتنين واحد ومبروك العشاء اه منشستر يونايتد الفوز ده. ولكن هنتكلم على اللغز المحاير بتاع سولشاير. هو ليه دايما قدام الفرق الكبيرة قدام تشيلسي قدام منشستر سيتي قدام ليباربول بيتعادل قدام اه ارسنال بيتعادل قدام البيك سيكس دايما هو بيعمل ماتشوق كبيرة. في كزا حاجة يعني هو اولا في بيبقى في حافز للعيبة الزغيرة ان هي عادة تثبت نفسها. ثانيا قدام مورينيو خاصة اللعيبة كانت عايزة تقول له ان احنا موجودين وان انت كنت مدرب اي كلام معنا وان احنا لعيبة كبار. برضو في حاجة تكتيكية وخططية في الملعب بتحصل قدام الفرق الكبيرة. ان الفرق الكبيرة مش ما بتقفش ورا بتركن الباص. هنا بقى منشستر يوناتد لما بيلاعب الفرق الزغيرة ما بيقدرش يكسبهم. ودي مقساب صراحة لان انت لازم على الاقل عشان طبعا ماتش تنهم انت كسبت كويس عندك منشستر سيتي يوم السبت. انا متوقع ان هم هيعملوا ماتش كويس جدا لان هم بيعرف يلعب بفرقته بالقماشة اللي معاه قدام الفرق الكبيرة. لكن قدام الزغيرين المشكلة الكبيرة ان هم بيركنوا ورا وبيدفعوا. وفي اللحزة دي انت بتحتاج خط وسط خلاق. وعنده صناعة لعب وعنده ابداع في نص الملعب عشان يقدر يرقص. عشان يقدر يعمل بصات. عشان يقدر يعمل مسلسات. تفاهم عالي جدا في النص عشان يقدروا يخلقوا فرص. ده ما بيبقاش موجود. ما بيقدروش يخلقوا الفرص دي. فبالتالي بيخسروا. وهي دي مقسات مانشستر وسولشارف انه مش قادر ينجح انه يكسب ماتشين ورا بعض. ولزلك الناس او كتير او من المشجعين بتوع منشستر في السوشيال ميديا في العالم كله لسه بيقولوا اولي اوت ليه. لان هم عايزين يشوفوا الفرقة مستقرة كنتائج. وبصراحة الامانة يعني سولشارف مع مانشستر ونايتد مش اسوأ اداء. يعني فانجال ومورينيو كان اسوأ منه كاداء. ولكن هو هو في لحظات معنا بيلعب حلو وقدام الفرقة الزغيرة مفيش الاداء السابت مفيش الاستقرار. فبالتالي انت مش قادر تكسب ماتشين تلاتة على بعض. وهي دي المشكلة العويصة اللي بتقابل سولشاير. انه لازم يعمل استمرارية في النتائج الايجابية. وهو ده وعلى فكرة يعني سولشاير مستفيد جدا من تاريخه في النادي على عدم الاقالة. يعني هو برضو مستفيد من دعم الفيركسون. مستفيد انه كان لعيب في النادي. عكس المدربين التانية اللي ما لهمش تاريخ في النادي. ولكن منشستر ونايتد هيجي قدام فرق صغيرة هنلاقي برضو فيه تزابدف في المستوى. هنلاقي مش قادرين يلعبوا. على عكس الفرق الكبيرة اللي دايما بتفتح الملعب. فبالتالي بتيقدر انت بتبقى محتاج قدام الفرق الكبيرة. ايه عندك سواريخ قدام بصراحة جيمس وراشفورد المتقلقين. وعندك ميسون جرينود او مارسيال. عندك لعيبة نواة كويسة ان انت تلعب هجمات مرتدة سريعة توصل لهم الكرة وانتو تدرب الدفاعات زي ماتش الليفربول او توتنهام او تشيلسي او ارسنل. فبتقدر تلعب قدامه وتخلق فرص وتجيب جوان. انما قدام الزغارين زي ما حكينا ان ما معندكش الابداعية في خط الوسط اللي تخلق اي خط دفاع او خطة دفاعية محكمة او باص وبر ورا. فبتقدرش تكسب. دي المشكلة العويسة جدا لسولشير قدام الفرق الزغيرة واللي مخليها مش قادر يستمر. طب هل هو لو جاب اه اه صفقات جديدة هيقدر يحل المشكلة دي? اكيد. ولكن الكلام كله بيتقال دلوقتي في منشستة يونيتد ان ما فيش صفقات في الشتاء. فبالتالي في الصيف. احنا مش عارفين بقى الادارة مع ايد وودورد ايد مخهم هيشتروا صفقات. لا مش هيشتروا. هيخلوا على الفرقة دي. هيخلوا سولشير النتائج دي بتديهم يعني ايه? تنفس صناعي ان هو يستمر في التدريب الفرقة. لغاية مسلا اخر الموسم ويجيبوله ويرضوا الجماهير بصفقتين تلاتة. الله اعلم. ولكن في الاخر اه مطش حلو من سولشير. مبروك للمانشستر يونيتي تلات نقطة. بقوا في المركز السادس. وتوتناول في المركز الثامن. واحد وعشرين نقطة وعشرين نقطة. وبينهم كريستل بلس. اه مانشستر طلع شوية قدام. اه قدام مانشستر سيتي. انا متوقع ان هلعبوا مطش حلو معهم اللعيبة. ولكن هنا بقى هنشوف الحافز موجود. هل مفيش مورينيو هنا? انت هتزبط نفسك في الديربي. هل هنلاقي نفس القتال والشراسة دي سولشار بيأكدها? هل هنلاقي الفوز المتابع يخليهم يبقوا احسن? كل ده هيبقى في يوم السبت وان شاء الله انه يلقاء في المطش ده. ومش عايز افكركم. لايك وشيروا سبسكرايب ودعموني. وسلام عليكم. كان معكم اخوكم عمر الشريف نقاط الحرية.